رحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس لنصير إذا يولقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميزين الغير كلما ألقي فيها فوجوا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله منهم شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجوا كبير وأسروا قولكم أبي اجهروا به إنه علي من بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يغصف لكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يبسن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إن الطيب فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في قرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاك واجعل لك المستمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة من سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتزم من قم الليل إلا قليلا يستهو أب قص منه قليلا أوسد عليه ورد من القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا منثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طعيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبقيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقره وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين ولن نعمة وبهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وضعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا من مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاقضناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملا نشيبا السماو منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتفض إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معا والله يغدر الليل ونهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قررا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم من الله الرحمن الرحيم يا أيها المتزم منكم الليل إلا قليلا يستهو أب قصم قليلا أوسد عليه ورد من القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا منثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طغيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقله وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين ولن نعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا من مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاقضناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملا نشيبا السماو منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتفذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معا والله يغدر الليل وللنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما يتيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قررا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر